بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم احمد طرطور في تحت رعاية اكادمية وموقع وقف اونلاين. اه بنبدأ خلصنا الكتاب الاولاني في البيل وهنبدأ في الكتاب التاني وكان اخر شابطر في الكتاب الاولاني بيتكلم ازاي ابدأ اعمل وفانكشن. اول شابطر في الكتاب التاني بيتكلم ايه هو تاني وبيعد لك عليه. طيب خلينا نبص كده ونشوف ايه الموضوع بتاع هنا عندنا جزء وده احنا تعرفنا عليه قبل كده في اول شابطر خالص ده وانا بعرف فيه بتاعتي وعندي وانا عندي المنتدري البجين والاند وده كان على الاند واتكلمنا في ان انا لو عندي ان البلوك دوت لما بيخش على السيرفر اكواد اللي بتخش على حاجة اسمها وده سؤال على فكرة وخلي بالك انا عن نفسي تسألت السؤال ده. السيرفر لما بيجي ينفذ بلوك في اكواد مين اللي بيتنفذ وايه اللي بينفذ مين? اه يعني اكواد اللي بتتنفذ ازاي واكواد بتتنفذ ازاي? فانت عندك اكواد اللي بتخش على حاجة اسمها اللي هي ديت وايه اكواد بتخش على حاجة اسمها والكلام دوت موجود في الانجين بتاع وقلنا ايه هو وهو المميزات هو ان انا بزود ان انا اقدر انفذ الكود كذا مرة وعرفنا الفرق بين الحاجات ده كده كده سريعة قلنا ان ما بيسايفش وملوش اسم ويتعمل لكم باقي لكل مرة ملوش برامتر ما بيرجعش وعكس الكلام دوت في له اسم بتعمل لكم باقي المرة واحدة بيسايف في الديتابيز وانا ممكن ادي له ايه برامتر ايه هو قالك ده نوع من انواع بينفز معين ان هو بتسايف على اه لو نفتكر في في شابتر اه عشرة قلنا عندنا حاجة اسمها اللي هي فهو يعتبر من بتاعت الديتابيز واقدر اعيد استخدامه كذا مرة لو انا عايز اكارية بامشي بالخطوات ديت انا باجي اكتب الكود تمام الكود دوت بيتكتب بتعمل له بتعمل عملية بيترجب من الانجليز اللي انا بكتبه الى زيرو واحد اللي هي لغة الماشين طيب اداني فبكتب كلمة كلمة كده اسمها شو وبرن وبديني الموجود لو ما ادانيش بيسايف على الديتابيز واقدر استخدامه واستدعيه واحنا في الكلام ده احنا اخدناه قبل كده وشفنا القصة دي قبل كده طيب زي يبدأ اكارية بورسيجول مين على ادي الصور بتاعته تعالى كده نبص ادي اهو لو احنا عملنا كده انا عندي هنا حاجة اسمها بورسيجول لو اتكيت كليك يمين يقول له اه جي قالك انت هتعمله على اسمه ايه كزا انت عايز تبقى برامتر لو عملت كده ادي البرامترات بتاعتك تمام وادي الكود بتاعك لو عملت كده الكود مزل وحضرتك بس بتعدل في زي ما حضرتك عايز تقول ان الكود دوات بيعمل انه وظيفة بيديك شوية كده ان انت لو هتجي تكتب يفضل ان انت تكتب تبدأ بحرف لو هتعمل تبدأ بحرف لو هتعمل برامتر يبقى حرف لو خفيفة لو لو طيب طيب لو هتبقى ايه لو فايل هندل يبقى بيديك كده او ان انت زي تبدأ تهندل كتابتك وانت بتكتب القصة دي تعالى بقى على الحاجة مهمة جدا 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 جدا. عندي البرامترز بتاعت عندي ثلاث انواع عندي وعندي 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 وانيجي دلوقتي كمان شوية واناخد الكلام ده بالتفصيل المميل. بس قبل ما ناخد خلينا نعرف فرق حاجة بين الفورمال والاكشوال البرامتر. الفورمال طريقة كتابة البرامتر في الفورمال. دلوقتي سؤال برضو. تمام? الفورمالة انت ازاي يبدأ يكتب البرامتر في الكود. انا دلوقتي هيكارية جديد اسمه بياخد برامتر اهو اسمه كذا ويقوم البرامتر التاني. يبقى كده الفورمال دي طريقة الكتابة فورمال. الاكشوال الاكشوال ان انت ازاي تبدأ تباصي قيمة تدي له قيمة تعبي تعبي البرامتر ده قيمة. فلما تيجي تنفز اتقول له تمام? عرف هنا متغير اسمه في دبت اي دي في ام باي دي ده ده مية. تمام? فتح قصين حط اللي هي فيها مية كومة الفين. فلما يجي يعوض هيعوض بقيمة هنا. وهيعوض بالالفين ايه هنا? يبقى الاكشوال ازاي تبدأ تعبي او تملى البرامترات دي ايه قيمة. طيب. جي رجع تاني وجاب لك حتة البرامتر بتاعة البروسيجول. قال لك ان عندي بروسيجول. بتكتب اسمه. وبتفتح قص اسم البرامتر. والموت بتاعه. لو انت ما كتبتش حاجة يبقى بتاعك اوت وان اوت. تعال بقى نخش نشوف ايه هي الان والاوت والان اوت. قال لك الان ده الديفولت موت والاوت دازم اعرفه والان اوت دازم اعرفه. بالاخر كده بالبالة دي لو جينا بصينا على الكود ده. يبقى القيمة اللي انت هتحطها في البرامترات دي هتتنفز او هحتاجها او لابد منها جوة الكود بتاع جوة البروسيجول. يبقى انا مش هشوف حاجة. لما اجي ادي له قيمة. القيمة دي انا مش هشوفها لان القيم دي هيدبند عليها الكود. هيعتمد عليها في الكود بتاعه. انا شفتش حاجة. طيب. انت بتدي له حاجة وهيرجعها لك حاجة حضرتك هتشوفها. يبقى هيطلع لك مخرجات. الان اوت بياخد الحاجة بيعمل عليها بروسيس معينة ويطلع عليك تاني. طيب تعال نرجع ونشوف القصة دي. اسمه فتح نوع برامتر برامتر نوع نفس نوع دي. يعني اه نوع ن وده بتاعته ايه نمبر? از. هتقلط السلاري بيساوي السلاري في واحد زائد اللي انت هتحطها على مية. لما يبقى رقم الموظف يساوي رقم الموظف لحضرتك ايه? هتدخله. لما جيت عملت للبروسيجوال دوت حطيت مية ستة وسبعين. مية ستة وسبعين ديت انا شو هشوفها. لأ المية ستة وسبعين دي هتعوض بها ايه? هنا. والعشرة هتعوض بها ايه? هنا. فحضرتك مش هتشوفها. فعشان كده سامو ان يبقى القيم اللي انت بتدخلها ان جوه البروسيجوال او جوه كود نفسه. تمام? طب حضرتك بص معي. ادي كويري باسم البروسيجوال. ادي بي اي دي ان. بي نيم اوت بي سالاري. انتو. البي نيم. والبي سالاري. لما ابي رقم الموظف بيساوي البي اي دي لحضرتك هتدهوله. طيب. يبقى انا كده هتدي له رقم الموظف هيروح مرجع لي اسمه ومرتبه. صح كده? صح كده. طب انا ما اجي نفز الكود ده. هنفزه جوه تاني لان انا هحتاج ان انا اعرف متغيرين. يشيلوا القيم ديت. هقول له ايه? ده اتنين متغيرة هون. اللي هو اسم البروسيجوال مية واحد وسبعين هتنفس فين? هتنفس هنا. والفي ام بنيم هيشيل الاسم والفي ام بسال هيشيل المرتب. ولما اجي اطبع هطبع الفي ام بنيم وهطبع ايه? الفي ام بسال هيطبع لي القيم بتاعتي. تمام? وهي حضرتك تجربوا. يعني انا اديته رقم الموظف ومرجع لي مين? مرجع لي اسمه ومرجع لي ايه? مرتبه. الجميل اوي بقى في الان اوي ده. وهديكو تسقاية بس صعبة شوية بس هديها لكم. دلوقتي. اه خلينا نقول ان انا عندي دلوقتي رقم التليفون ده. رقم التليفون ده في امريكا بيتكتب بالمنظر ده. في امريكا بيتكتب ايه? بالمنظر ده. واخد برامتر واحد يعني هياخد حاجة ويطلحها لي تاني. البي فون نمبر ده بيتساين اكوال. افتح كونكات سابستر الفون نمبر من واحد تلاتة قصي لي اول تلات ارقام وبعد كده هاقفل الكوس وبعد كده قصي لي من اربعة لتلاتة اول تلاتة ارقام. وكونكات حطي لي داش وبعد كده هاتلي من اه الحد الاخر من سبع الحد الاخر هيطلع لك الرقم من التليفون بالمنظر ده. طلع لك رقم متغيرات ويروح مطلعه لك ايه? تاني. بتاستقاية بتاعتك ايه هي? بص حضرتك. حضرتك التليفون بتاعك الزراير بتاعته. بالمنظر ده ادي الشاشة مسلا. ويادي الزراير بتاعت التليفون. صح كده? عندك هنا واحد هنا اتنين هنا تلاتة هنا اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة زيرو وهنا مسلا النجمة وهنا الهاشة. بيبقى فيه حروف يعني ان مثلا ان الاتنين ده اي بي سي دي والتلاتة اي اف جي كده تمام? طيب لو قلنا انا رقمي انا رقم تليفوني مسلا زيرو اتناشر اتنين اربعة ستة سفر تسعة سبعة سبعة اتنين. انا عايز ادي للأوريكل رقم التليفون ده ادي للأوريكل رقم التليفون ده يطلحولي ازاي? بص بقى يا سيدي. وقلنا الزيرو. بص طبعا احنا حضرتك تفتح تليفونك وتشوف الحروف المكتوبة ايه? هيبقى الزيرو زائد. الزيرو زائد. تمام? انا عندي واحد. واحد اللي هي مسلا داش. حولك بصت على واحد كده هتلاقي في داش. انا بفتح الموبايل وانا بكلمك دلوقتي. انا عندي اتنين اتنين. يعني انا هكتب الاتنين مرتين. صح? يبقى بص كده. انا عندي مكتوب الحروف اي بي سي. يبقى انا هكتب اتنين اتنين. يبقى انا هكتب حرف البي. يبقى انا كده دماجة الاتنين هبقى هكده الاتنين مرتين. تمام? عندي الاربعة. هكتبها مرة واحدة جي جي. والست هكتبها مرة واحدة ام. هيبقى زائد. التسعة هكتبها مرة واحدة هيبقى السبعة هكتبها مرتين هيبقى تاني حرف. تمام? والاتنين هكتبها مرة واحدة هيبقى ايه? يبقى بص حضرتك. انا عايز حضرتك تكتب لي بروسيجوال. ياخد رقم التليفون. بالمنظر ده. يطلحولي متشفر بالمنظر ده. ويدي الدين والتشفيرة يرجع لك رقم التليفون تاني. دي بتاعتك وحضرتك لو انا انا بقول لك. لو حضرتك بدأت توصل لان انت تكتب الكود ده. حضرتك انا اتوقع عليك مستقبل باهر جدا في البروغرامنج. تمام? دي بتاعت حضرتك هيبقى ايه? او طبعا بروسيجوال. بروسيجوال ياخد رقم التليفون هيلوب بقى عليه ويشوف الرقم ده لو كزا كزا يبقى حاطةه كزا لو كزا كزا هبقى حطه كزا. وخلي بالك لو الرقم اتكرر مرتين هتحط الحرف التاني. لان هو هيبيتكي مرتين على الحرف فيزهر الحرف. اتنين اتنين فبدaleyلي هيزهر الاي هيزهر ايه ايه بي. تمام? البي ديت يبقى هي اتنين اتنين. خلي بالك. والسبعة سبعة. يبقى كيو لان انت تتكة على حرف السبعة على رقم اه على زرور السبع مرتين. دي بتاعت ايه? حضرتك. تمام? طيب. اه ده نفس القصة برضو بينفذ الكود اللي احنا عملناها بتاع ودي طريقة تنفيذ الكود. من بحبش انا استخدم في حاجة. ليه بقى? لما نيجي ان شاء الله نخش هنلاقي ان ده هيعمل لنا مشاكل جمدة جدا في الفورمس. فانا مش بحب استخدم طريقة خلص لانها جوة واحنا بناخد بقيلة علشان طيب ازاي تبدأ اه طرق ازاي تباصي ان انت تدي قيم بقى للبرامتر ده احنا عندنا تلات حاجات عندنا عن طريق المكان وعندنا عن طريق النيم وعندنا ميكسد. خلي بالك هنا. كريت قوري بلايس بروسيجوال اسمه وفتح قوس اسمه وبي ده برامترات. هو قال له انا هعمل لي بكزا ودخلي لما يجينا ننفذ ادي اول طريقة عن طريق المكان. دخل هنا اسم ودخل الرقم. خالص دخل الاسم ده دخل في البرامتر بتاع الاسم والرقم ده دخل في البرامتر بتاع ايه? الرقم. يبقى هنا كده تنفذ اول طريقة اللي هي ان انت عن طريق المكان. طب انا انا لو عكست. وحطيت الرقم مكان الاسم. والاسم مكان الرقم. هل ينفع? اه. بس بحالة واحدة بس ان انت تنفس كده تكتب اسم البرامتر بي اندرسكور لوك بيساوي وعلى ما تكبر من? والرقم يبقى هنا فيه من الالفين وربعمائة دولي بتوع البرامتر بتاع الرقم وهنا هيفهم ان بتاعت ايه? ان ايه? بنا كده ممكن نغير الطريقة. علشان ما تطلق بطش? خلينا في الطريقة اللي هي اللي هي بالمكان. ليه? لان انت لازم تكون فاكر اسم البرامتر اللي انت كتبته وانت طبعا مش هتفتكر اسم البرامتر اللي حضرتك كتبته. ممكن تعمل بقى بين الاتنين. ان انت تستخدم طريقة بتاعت الاسم والمكان. فهنا ادي عرف برامتر. اه النون. وبرامتر تاني داله الدفولت. لو عمل هياخد كلمة النون. وهياخد الارفة سبعمية يعابض بيهم في البرامترات. لو قال له كزا يبقى هنا استخدم الحاكتين مع بعض. استخدم المكان ان هو بدأ بالاسم فعلا واستخدم الطريقة بتاعت النيم. وهنا استخدم طريقة النيم. حضرتك عشان ما تتلخبطش انا بنصحك ان انت تستخدم الطريقة اللي هي الاولانية بتاعت المكان. بتاعت المكان تمشي بالترتيب. البرامتر الاولاني بياخد اسم يبقى القيمة الاولانية اسم. البرامتر التاني بياخد رقم يبقى القيمة التانية ايه? رقم. طيب ازاي تبدأ تنادي جوة بسيطة جدا حضرتك بتكتب وبتكتب اسم بس لازم يكون متكاريت قبل كذا. لازم تكون انت عامل قبل ما تعمل قبل كذا. تمام? لو انت عايز ترن الكود انت عندك هنا. لو انت وقفت على ده وجيت قلت له رن فهيرن عادي جدا ما فيش فيه اي مشاكل. تمام? كده انت رنيت الكود بتاعك. طبعا تدين هنا عشان مش متزبط. اه او تكتب اسمه جوه بجن وانت. ركز بقى في اخر حاجة في الشابتر ده. انا طولت عليكم بس انا حبيت اخد الشابتر كله على بعضه. اهم حاجة في الشابتر ده. زي تكتب جوه. ركز معي. هنا عمل عبيد جدا بيعمل جمة انسرتية. وقال له هو انقذر لو حصل اي حاجة. تمام? ابدأ اطباع لي كزا. وبدأ ينفذ ده جوه يعني نادع ده جوه تاني. اللي هو ده اسمه وبدأ ينفذ ويدي قيم بتاعة جملة الجملة دي تعمل لها عملية ادخال صحيحة ما فيش في اي مشاكل. وده لسبب ما لاي سبب انه ما تعمل لها عملية ادخال في وده تعمل لها عملية ادخال. ايه? انت لو عندك الجملة هتتنفس خمسين مرة. ادك ايرور. هيطلع لك رسالة ايرور وهيكمل يعمل ادخال. كل ما يشوف حاجة صح هيعمل لها ادخال. شاف لك ايرور. شاف لك جملة بتعمل غلط. هيطلع لك رسالة. دي في حالة الاكسبشن. طيب. لو قلنا انا ما عنديش اكسبشن. نفس الكود اهو من غير اكسبشن. لو ادك ايرور من اول واحدة. هيدي ايرور في الباقي والبردامج هيوقف حتى لو انت كاتب الكود صح ومية في المية. يبقى يفضل ان انت تكتب جوه اي كود حالتك تكتبه اكسبشن. هو ان اصل احصل اي حاجة اعمل لال طلع رسالة اعمل اي حاجة. بحس لو طلع اي ايرور مهما كان الايرور ده ايه? الكود بتاعك يستمر ويعمل بتاعته. اه لحد ما يخلص خالص. لو حالتك مش كاتب اكسبشن هيطلع برا الكود خالص. طيب. لو انا عايز ادروب البروسيجوال هبكتب كلمة اسمه كزا. او توقف على و تمسح طيب انا عايز اعرف معلومات على اي عندي. تمام? عندي حاجة اسمها اسمه اه يوزر لو حضرتك كعملت له كده. تمام? جاب لك بتاعته. لو حضرتك عايز تطلع بقى الكود. حضرتك عايز لان دو بتسجل عليه كل حاجة. بصوا حضرتك كده. لو احنا عملنا كده. ده كود اهو. اهو. ده كود على فكرة. يعني انت لو دخلت شركة لسه متعرفش فيها اي حاجة انت ممكن تجيب اكواد اللي موجودة عندك. تمام? بكده احنا خلصنا يبقى كده احنا نقصتنا ان شاء الله بازن الله. والتريجر. ويبقى كده احنا خلصنا اه كان معكم اخوكم احمد طرطور. استودعكم الوضع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.